عادة مين ما إجاب يحكي عن جبران أنا بهذه المقابلة بدي خلي جبران يحكي عن حاله عن نفسه وأكيد هو كل جملة عم بيقول جبران أنا مني متدخل فيها فكل الكلام اللي مكتوب هو جبران عم بيعرف عن نفسه أنا بيسأله من هو جبران بيقول لي لسته بأكثر من رجل طيب القلب والسريرة لا يدري في أكثر الأحايين من هو وأين هو أنا رجل ضعيف البنية أما صحتي فجيدة لأنني لا أفتكر بها أما عواطفي كالبحر ذات مد وجزر ونفسي كالشحرور المختبئ بين الأقصى إلى ما ترجع أسباب وحدتك وكآبتك قد يكون احتفاضي بأشباح الأيام الغابرة سببا لانقباضي في بعض الأحايين ولكنني لو خيرت لما أبدلت بأحزان قلبي أفراح العالم كلها والشهرة لا إلك شو؟ الشهرة مومس أنا إن استرضيتها تكون دونها يوجد في حياتنا شيء أسمى وأشرف من الشهرة وهو العمل العظيم الذي يستدعي الشهرة أليس هذا تواضعا مغلفا بجنون العظمة؟ سألت أشعر وأنا لست من المتواضعين بأني ما زلت في أول العقبة حتى الآن لم تثمر فكرتي غير الحصرم وشبكتي ما زالت مغمورة في الماء هيدا جبرون بيطلع لنا ممثل هلا على التلفزيون عامل دورين بيقول أنا مدرسة بعلموني بالجامعة في حياتك الكثير من النساء لماذا لم تتزوج؟ عشت بعيدا عن نصف الحقيقي ما أكثر النساء اللواتي يستعرن قلب الرجل ولكن ما أقل اللواتي يستطعن الاحتفاظ به وهل استعرن الجسد؟ بيقول من باح بالأسرار شابها الأحمق فالصمت والكتمان أحرى بمن يعشر من هو نبي جبران؟ المصطفى هو نفس جبران لماذا أسميته المصطفى؟ أسميته خذها كلمة من مسيحي أسكن يسوع في شطر من حشاشته ومحمد في الشطر الآخر أنا مسيحي ولي فخر بذلك ولكنني أهوى النبي العربي وأكبر اسمه وأحب مجد الإسلام وإيمانك ليس هناك سوى دين واحد مجرد مطلق تشعبت سبله ولكن مثل ما تتفرع الأصابع من الكف الواحدة ماذا تقول في استغلال الدين في السياسة في وطنك؟ أواه ثم أواه ثم أواه لو كنت طويل النفس مديده لملأت العالم بألف أواه ويل لأمة كثرت فيها طوائفها وقل فيها الدين آخر نصيحة لممثل سوف يلعب دورك مع الرحبل حتى أنا غريب عن نفسي وعن جسدي كل ما أستطيع قوله لك أن تضع في هذا العمل ما وضعه الله في نفسك الرجاء أن تكون مثل ما تشاء وأينما تشاء عندما تشاء كنت سعيدا إذ التقيته ورأيته قليلا أو ربما قليلا لم أره ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر